بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا أعزائي طلاب السلام عليكم أهلا بكم في كل مكان النهاردة إن شاء الله مع حلقة جديدة واستكمال لموضوع الليزر المرة اللي فاتت شرحنا يعني إيه ليزر وطرق انبعاث الفوتونات تلقائي ومستحس وختمنا بخصائص الليزر الأربعة وبعد كده عملنا مقارنة بين ضوء الليزر والضوء العادي النهاردة بنستكمل إزاي الليزر بيطلع والنهاردة هناخد فعليا تطبيق لأحد أنواع الليزرات وهو ليزر الهيليام نيون ونشوف التطبيقات المهمة والمفيدة جدا في الحالة العملية للليزر أول حاجة عاوزين نأكد عليها إن الليزر في حد ذاته بيتكون من مجموعة من المكونات الأساسية يبقى أنا عاوز أول حاجة وأجأ أسألك أقول لك مكونات جهاز الليزر إيه هي المكونات؟ عندي ثلاث حاجات أساسية إيه هم؟ عندي ثلاث حاجات أساسية إيه هم؟ عندي مصدر طاقة ده أساسي ده رقم واحد عندي حاجة مهمة جدا اسمها التجويف الرنيني عندي حاجة هي صلب الليزر العمود الفقري في الليزر وهي الوسط الليزري والمادة الفعالة طيب حبيبي تعال نشوف حاجة مصدر طاقة تجويف رنيني وسط فعال أو مادة فعالة عشان كده الليزر كرسم تخطيطي كده نشوفه مع بعض لازم بيكون عندي قادي أنبوبة الليزر اللي غالبا بتصنع من مادة الكوارتز الأنبوبة دي بيبقى فيها غازين غاز اسمه الهيليم وغاز اسمه النيون والنسبة كنسبة عشرة إلى واحد يعني ببساطة كل زرة نيون بيقابلها عشر زرات هيليم وكمان عندي هنا ميريتين واحدة بتبقى عاكسة مية في المية يعني ولا فوت يعدي والتانية شبه عاكسة يبقى مش اللي اتنين عاكستين ولا اللي اتنين شبه عاكستين واحدة عاكسة مية في المية والتانية أقل إنعكسية إذن فيها جزء من النخزية ودول بنسميهم مع بعض كده التجويف الرانين الحاجة التالتة عندي هنا لازم مصدر طاقة مصدر طاقة يبقى فيه هنا مصدر للطاقة يبقى أنا دلوقتي عايز أقول كمثال عشان نطلع الليزر اللي اتفقنا له أربع خصائص نقاط طيفي وتوازي وعلي شدة ومترابط اللي أربع خصائص في الليزر دول عشان نطلع الليزر يتمتع بالأربع خصائص دول لازم يكون عندنا إيه؟ تلات حاجات التلات حاجات دول مصدر طاقة هنعرف يعني إيه؟ تجويف رانيني وسط ليزري إحنا حاولنا دلوقتي نربط ما بين المكونات الرئيسة والأساسية ونموذج هندرسه فعلا عشان تبقى أنت عارف مصدر طاقة آه لازم عندي حاجة تعمل إيصارة تجويف رانيني عندي مريتين واحدة عكسة والتانية شبه عكسة وسط ليزري آه ده فيه مادة اسمها مادة ليزرية ولكن هل كل الليزارات كده؟ لا ده أنا مصدر الطاقة ده في حد زيته حبيبي الغليين ممكن يبقى عندي مصدر ضخ ضوئي يعني أنا ممكن في بعض الليزارات يبقى مصدر إضاء ضخ ضوئي يعني في بعض الليزارات يبقى مصدر الطاقة عندنا نوع من الضخ اسمه الضخ الضوئي وممكن أستخدم على فكرة الليزار نفسه كمصدر للإصارة والطاقة زي ما بيحصل في بعض أنواع الليزارات التي تعتمد على الصبغات السائلة وممكن أستخدم مصدر ضخ قهربي وده نوع من أنواع التفرير الكهربي زي ما بناخد في الليزار الهيليام نيون والضخ الضوئي دولات زي مادة أو الليزار الياقوت الأحمر الروبي ليزار وممكن يبقى عندي مصدر الطاقة حراري وممكن يكون كيميائي أحط الفلور مع الهيدروجين وانتو عارفين لو سليبية كهربية طلع طاقة حرارية لأنه تفاعل طارد الحرارة يبقى مصدر للطاقة إذن مصدر الطاقة متعددة منها ما هو ضوئي ومنها ما هو ليزاري ومنها ما هو قهربي ومنها ما هو حراري ومنها ما هو كيميائي طب التجويف الرانيني ظلم ريتين لذلك التجويف الرانيني نفسه يا أولاد بيبقى حاجة من اتنين يا إما بيكون تجويف الرانيني داخلي أو خارجي يبقى التجويف الرانيني نفسه يبقى التجويف الرانيني نفسه ممكن يبقى عندي شيء من اتنين يأما تجويف الرانيني داخلي يأما تجويف الرانيني خارجي الداخلي عبارة عن مريتين مرآتان والخارجي ايضا مرآتان هنا مريتين واحدة عكسة وشبه عكسة هنا المريتين بقى في الداخلي ده بيبقى عبارة عن ايه بيبقى الليزر اصلا صلب زي ليزر اليقود كده ونيجي المريتين يبقوا فين هم اطراف المادة يجي عند الطرف الاولاني وابدأ اعمل له طلاق بمادة لمعة من طبقات الفضة يبقى هنا يبدأ يحصل ترسب ليه جزيئات الفضة بحيث تبقى هنا الطرف ده بيبقى عاكس 100% والطرف ده بيكون شبه عكس ده الداخلي يا ولاد يبقى كنموذج للتجويل فرانين الداخلي مين ليزر اليقود ويبقى عبارة عن ايه بقى الطرفين نفسهم هم اللي بيمثلوا المرآتين يعني اطلاق على المادة نفسها اما الخارجي زي ما اخدنا في ليزر هليام ليون هو اصلا بيبقى ميراية وهنا في الطرف التاني ميراية فعلية خارج الوسط الليزاري عشان كده سمناه تجويف رانيني خارجي الوسط الليزاري هل جميع الليزارات هليام ليون لا ده أنا عندي ليزر اسمه السانيكسيد القربون رباع مستوى الطاقة عندي ليزر اسمه اليأوت صلب عندي ليزر يعتمد على استخدام بعض انواع اشباه الموصلات زي السيليكون اسمي ليزر شيبه موصل اذا الليزارات انواع كثيرة يسمى غالبا الليزر باسم الوسط الليزاري فمقول ليزر اليأوت لان الوسط الليزاري اليأوت ليزر الهليام لان الوسط الليزاري هليام وكل ليزر نلاحظ معاه مادة اسمها مادة فعالة يعني الوسط الليزاري الضيف صحب المكان اه ده عبارة عن ايه يبقى الوسط الليزاري صحب المكان اللي بيحتل المساحة الأكبر هو ده صاحب البيت لكن ساعة نحط معاه ضيف صغير كده الضيف ده يبقى مادة اسمها مادة فعالة زي ما خدنا الهليام ومعاه النيون إذن الليزارات أنواع كيف ينشأ الليزر؟ بييجي منين؟ وبييجي إزاي؟ وإيه هي المراحل بتاعته؟ الليزر مجموعة من المراحل لكن بيشترط يبقى عندي مستوى المستوى ده بنسميه مستوى بشكل عام بنسميه مستوى شبه مستقر وعندي مستوى غير مستقر لازم أعمل عملية اسمها الضخ يبقى لازم أعمل إصارة وبعمل الضخ ده بشروط معينة عشان عايز أحقق حاجة تخيل إن أنا عندي هنا مجموعة من الزرات المستقرة أول حاجة بحتاجها في الليزر إن نعمل حاجة اسمها الضخ ببساطة إن أنا أكسب الوسط الليزاري طاقة ليه؟ عشان أطلع كل الزرات المستطقة عليه وساعتها تبقى اسمها زرات مصارة وعشان كده دي هنا بيرجع وعشان كده بنرجع هنا الأهمية مصدر الطاقة يبقى مصدر الطاقة مهما كان نوعه إحنا عايزين منه إيه؟ عايزين نعمل إثارة أو إكساب الوسط الليزاري طاقة ليه؟ عشان تنتقل الزرات من المستوى الأرضي لمستوات الطاقة العليا بنسمي العملية دي إيه؟ الضخ وبعدين نتعويز تاني قال لي عايز أجمع الزرات دي كلها هنا الله؟ يعني إيه كلها هنا؟ يعني أنا لو فرطت معك واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة عشان تبسيط الشرح أنا عايز على الأقل يعني أدي اتنين أربعة عايز هنا ستة يبقى ده خلاص طلع 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 ممكن تبقى واحد لأن العملية دي تقضع تقضع الاحتمالات لأن هذه العملية تقضع الاحتمالات لكن إذا نجحت أن أنا أخلي معظم الزرات في مستويات الطاقة العليا يبقى حققت أهم حاجة عندي لو نجحت أن أنا أوصل بأن معظم الزرات في مستويات الطاقة العليا أبقى نجحت جدا أن أنا أعمل عملية رقم اتنين اللي أنا أسميها إسكان معكوس يبقى لو سألتك ما هو الإسكان المعكوس؟ عملية يقصد بها أن يكون عدد الزرات في مستويات الطاقة العليا في المستوى الشبه المستقر في المستويات الأعلى في المستويات الإصارة أكبر من عددها في المستوى الأرضي يعني ببساطة لو عندي هنا مية ونجحت أطلع 98 وكلهم قاعدين فوق أبقى عملت حاجة اسمها إيه؟ إسكان معكوس تيجي عملية تالتة هل ستبقى الزرات مصارى إلى الأبد؟ اتفقنا لأ أما قال إيه اللي يحصل؟ تيجي زرة بقى تخلص وقتها العشرة السلب 8 وترجع أسمي دي 3 انتقال تلقائي طالما قلت بعد انتهاء العمر الزمني تنزل دي تعمل وراها رقم 4 لأن هذا الانتقال يطلع فوته ماله يجبر أحد الزرات الأخرى على العودة قبل انتهاء فترة عمره الزمني ولذلك يحصل رقم 4 انبعاث مستحس قل لي كده الأربعة مراحلة اللي فاته قبل ما نكمل عملنا ضخ احتاج ده مصدرتاك عملنا إسكان معكوس لو شروط هنتكلم عنها حالا ثلاثة عملنا انتقال تلقائي أو حدث انتقال تلقائي أربعة نشأ وراءه مباشرة انبعاث مستحس يخرج الليزر؟ لا أمال إيه اللي يجرى؟ لما يطلع بقى فوته جايب التلقائي والتاني بالمستحس ييجي دور المرايتين دول بقى ويحصل انعكاسات متتالية انعكاسات متتالية إلى أن تتقرر عملية الانبعاث المستحس ويبقى عندي عدد كبير من الفوتونات هو ده اللي هيعمل الليزر إذن أنا أحتاج خمس مراحل لإنتاج الليزر ضخ، سكان معكوس، انتقال تلقائي، بعث مستحس، تطخيم خمس خطوات اسمهم مراحل عمل الليزر تعالى نطبقهم في الشغل بتاعنا ونشوف الليزر الهيليام ليون كنموذج أول حاجة لازم نعمل ضخ منين؟ آه بس خلي بالك هرسم لك رسمة بسيطة شبه دي بالزبط بس أسهل عليك شوية أنا عندي المستوى الأرضي وعندي قادي الهيليام وعندي أصل ومستوى كمان مستوى كمان يبقى دي المستوى الأرضي وقادي المستوى اللي وراه أنا ممكن أسمي دي زيرو وسمي دي واحد وسمي دي اثنين وسمي دي ثلاثة ده مستوى مين؟ الهيليام وده النيون فاكرين يا ولاد قلنا النسبة بينهم كم إلى كم؟ آه عشرة إلى واحد يعني يا ولاد كل زر اثنيون قاعدة في وسط عشر زرات هيليام بكل بساطة كنسبة عشر من الوسط اللي زري الهيليام من هي المادة الفعالة المسؤولة عن إنتاج الليزر؟ النيون ايه اللي بيحصل؟ أول مرحلة اهي اسمها الضخ تقصد ايه بالضخ يا سيدي؟ هقول له اكساب الوسط اللي زري طاق لكي تنتقل الزرات من المستوى الأرضي إلى مستوى الطاقة العليات عملت عملية ضخ طب الضخ نوعه في الهيليام نيون ايه؟ قهرابي عملية تفريق قهرابي داخل أنبوبة الليزر اللي الضغط جواها ستة من عشرة مليمتر زيبق أقل من الضغط الجوي بكتير عشان ما يعقش حركة الإلكترونات والأيونات تاني حاجة يحصل تصادم ييجي بقى حبيب الغاليين الهيليام المصار يغبط في النيون المستقر تبقى النتيجة الهيليام يرجع والنيون يبقى هو اللي مصار يبقى تاني حاجة اسمها التصادم الغير مليم هدفه تنتقل الطاقة من الهيليام إلى النيون ييجي بعد كده يحصل العملية التالتة ألا وهي زرات الهيليام عادت يبقى زرات الهيليام مالها عادت تعود زرات الهيليام وتستمر خد بالك من دي قوي عملية الضغط تفضل مستمرة يعني مش الشوية اللي طلعه السلام عليكم لا ده الضغط مستمر يعني فيه تضفق من الزرات المصارى عمال يطلع من المستوى الأرضي للمستوى اللي فوق وفي نفس الوقت يتميز المستوى الشبه مستقر بأن فترة العمر الزمني طويلة جداً يبقى الهيليام كان مستقر طلع فوق تصادم مع النيون خلى زرات النيون هنا استمرار الضغط التصادم تزيد زرات النيون الغير اللي هي المصارى يبقى تانى نقول هنا كمان مرة يبقى دي الهيليام أرضي وصيرة تصادم أدى إلى نقل التقل النيون أصبح النيون مصارى يبقى فيه هنا عندي حاجتين استمرار عملية الضغط وقبر فترة العمر الزمني المستوى الشبه المستقر في النيون مع الوقت الناس عمالة تطلع الزرات المصارى بتطلع وتقعد ما تنزلش الزرات عمالة تطلع في المستوى الشبه المستقر وتقعد ما تنزلش طب ما دا مع الوقت يعمل ايه؟ بالبلد كده تكدس تخير عندنا تلت دوار عمالين نطلع من الأرض للتالت وننزل نتجمع في التاني يجي اللي ورانا يطلع من الأرض للتالت ويتجمع في التاني ومحدش بينزل طب ما هم على الوقت تتلاقي الناس مكدسة فين؟ في التاني وهذا هو الهدف الذي نطلق على هذه العملية الإسكان المعكوس يبقى خلي بالك عند شرطين مجتمعين لو وقع واحد منهم لن يتحقق الإسكان المعكوس الأول هو استمرار عملية الضغ التاني قبر فترة العمر الزمني للمستوى الشبه مستقر تكدست الزرات وقعدت وحققت عملية الإسكان المعكوس يجي وراها أهم حاجة طب الزرات اللي قعدت دي بقى فوق قلنا لابد أن تعود إلى مستواها فلا يجرأ إيه بقى يجي واحد بقى يروح راجع للمستوى الأرضي أو المستوى الأدنى فيطلع فوته يبقى بعد ذرات النيون المصارى هتنزل للمستوى الأقل طاقة تلقائيا يبقى حصل ضخ حصل تصدم غير مالين حصل إسكان المعكوس حدث رقم 4 انتقال تلقائي طب ما هيطلع فوته ماشي عشوائي تخيل بقى عندي ذرات النيون المصارى كده وطالع لنا فوته كده من كمان شوية طالع فوته كده هيعمل يبقى يحس ذرة أخرى لم ينتهي فترة عمرها الزمني فتعود بالانبعاث المستحس يبقى حصل ضخ ثم حدث إسكان معكوس ثم حدث انتقال تلقائي ثم حدث انبعاث مستحس يطلع فوتوني واحد كان تلقائي والتاني مستحس يخرجه هنا سيأتي دور التجويف الرنيني يعمل ايه؟ يزيد فيزيد 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 ايه اللغة دي؟ يزيد من عملية لنعكاس الفتونات بين المرأتين العكسة وشبعكسة فيزيد من حدوث الانبعاث المستحس فيزيد من عدد الفتونات فيزيد من تطخيم وقبر شدة شعال ليزر الجميل بقى ان الفتونات المتوازية تخرج من الانبوبة كلها في صورة شعاع من الليزر العالي الطاقة بس والتردد وله نفس الاتجاه هنا هنيجي بقى وناخد بالنا جدا لما شدة اشعة توصل لحد واحد تتغلب على المرأة الشبعكسة وتطلع في صورة زرات النيون تطلع في صورة شعاع من ليزر الهيليام نيون لما نوصل بقى لهذا الحد ويوصل شعال ده عالي الشدة يخرج في صورة شعاع من ليزر الهيليام نيون الليزر له تطبيقات عديدة اهم هذه التطبيقات هو ما يسمى بالهولوجرام الهولوجرام او التصوير المجسم التصوير العادي اللي احنا بنعتد عليه السناء الابعد ده عبارة عن اشعة بتسقط على الجسم الاشعة المنعكسة عن الجسم تحمل نوعين من المعلومات من هم؟ عندي معلومة اسمها اختلاف الشدة الضوئية وايه كمان؟ واختلاف فرق الطور يبقى المعلومات يبقى الشوعة الضوء يبقى خدوا باركة الضوء اللي سقط على جسمي وانعكس شاي المعلومات جسمي يعني كل المعلومات نقلت في هذا الضوء على هيئة شفرة قاعدة جوا الضوء عبارة عن ايه المعلومات دي؟ اختلاف شدة ضوئية مش بس كده وكمان اختلاف فرق طور ولذلك بنقول عن الصورة دي صورة ليه اسمية الابعاد الصورة العادية لان الحقيقة هناك معلومة تفقد تماما لأن في الحقيقة هناك معلومة تفقد تماما المعلومة دي هيفرق الؘوء يعني في التصوير العادي معلومة واحدة بس نحصل عليها والتانية لا ايه المعلومة أنا لنعصل عليها؟ اختلاف شدة ضوء طب اختلاف فرق الطور تتشتت ولا نستطيع الحصول على المعلومة الكاملة عن الجسم فبالتالي لن نحصل على صورة مجسمة فجاء العالم جابور إلا أنه إزاي نقدر نحافظ على المعلومات اللي بيحملها الشعب الضوء وعمل هذا النموذج البسيط الذي يوضح فكرة عملية الهولوجرام ولدينا هنا نموذج يوضح فكرة الهولوجرام أو التصوير المجسم أو السلاسي الأبعاد أو المشفر ده شعع ليزر لما بيطلعش من شعع ليزر كده الضوء بيتقسم الشعع اللي طالع حتة تاني حتة بتعدي وحتة بتنعكس الشعع اللي بيعدي ده سقط على مرأة ثم على عدسة وبالتالي هيبقى أسره هنا طب الشعع اللي انعكس ده سقط على مرأة ثم سقط على عدسة ثم سقط على جسم يبقى هنا أولاد في نوعين من الأشعة حاجة هنسميها الرفرنسبيم أو الأشعة المرجعية ودي اسمها الأشعة المنعكسة عن الجسم يبقى الليزر اتقسم شععين يبقى الليزر اتقسم شععين واحد عدة على مرأة عدسة مستنى خوه طب التاني ده ده العكب معداش أصلا عشان كده شو حصله إيه حصله انقصامه هو جزء عدة وجزء انعكس طب وجزء اللي انعكس على مرأة ثم عدسة وبعدين يتقابل عندي هنا يسقط على الجسم بعد كده يبقى هنا يلتقي نوعين من الأشعة حاجة اسمها الأشعة المرجعية وحاجة اسمها الأشعة المنعكسة عن الجسم يحصل بينهم تداخل فيظهر هدى بموضيء أو هدى بمصدمة طب ما أنا مش هشوف الصورة كاملة نعمل ايه نسلط على شعع ليزر له نفس الطول الموجي بالزبط فيبان الجسم بتفاصيله كاملة وعشان كده كنا بنسميها الصورة المشفرة عندي قانون في غاية الأهمية فرق الطور بيسوي فرق المصار في اتنين ضي على لمضة خلي بالكم ان دي قوي يعني ممكن يقول لي فرق الطور بكذا فرق المصار بكام لو اللمضة بكذا أو يعكس يقول لي اللمضة بكذا فرق المصار بكذا عايز فرق الطور يدي فرق الطور وفرق المصار ويطلب اللمضة احفظ بقى المعلومة دي مهمة جدا فرق الطور بيسوي فرق المصار في اتنين باي على لندن طيب احنا شرحنا طبعا كيف نحصل عليه الجرام لكن من ضمن التطبيقات الهامة جدا في الليزر في الطب وتحديدا علاج مرض الانفصال الشبكي يمكن شوع الليزر اللي هو له طاقة حرارية مناسبة ان يعمل التحام بين الاجزاء المنفصلة من الشبكية مع جدار الشبكي فيعمل حاجة اسمها تصحيح للبصر او علاج مرض انفصال الشبكة انا بيهمين هنا تبقى فاهم السمة او الصفة او الميزة اللي في الليزر عشان كده استخدمناه في الطب لازم يكون الليزر هنا الصفة اللي فيه انه يتميز بيه ان تصاحب طاقة حرارية مناسبة الليزر بيستخدم في قطع المعادل وفي العمليات الجراحية وفي مجال الاتصالات الليزر بيستخدم في طبيعات الليزر يستخدم بما له من قصر وشدة عالية ان احنا والتوازي لان نصوبه الى مسافات بعيدة للاقمار او للطائرات وهكذا باستمرار بكده يبقى وصلنا لنهاية تطبيق الليزر وبالتالي الفصل السابع حبابي الغاليين كنا احنا وصلنا بالفعل لنهاية الفصل السابع الليزر وتطبيقاته بشكركم جدا وإلى لقاء فحلقة قادمة بإذن الله تعالى وشرح الفصل السامن والأخير بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة